السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علامات امتلاك الجن للجسد بداية أو من المهمة أن نلاحظ أن علامات ممتلكات الجن مشتركة بين العديد من الأمراض والمشاكل لذا إذا كان المرء يمتلك واحدة فإن بعض هذه العلامات لا تتضمن حيزة وجود الجن يمكن أن يكون ببساطة مرضا ويحتاجون إلى فحص أنفسهم من قبل طبيب وليس من شخص يقوم بإخراج هذا الجن فبالتالي هناك العديد من العلامات التي من الممكن أن تظهر والتي تتلخص فيما يلي مثل تقلبات الشخصية عندما يغير الشخص شخصياته بسرعة وتكون هذه الحلقات مفاجئة ومع ذلك هناك العديد من الاضطرابات الطبية التي تؤثر على الحالة العقلية ونلاحظ اختلاف ردات فيل الشخصي في الوقت الواحد والتي من الممكن أن يكون ذلك مرض وتستطيعون علاجه فبالتالي ليس أو هذه العلامات من الممكن أن تكون مرضا أو تكون علامات جن وانتلاكه للجسد وأيضا تغير في البنية أو بنية الوجه بشكل خاص والصوت فبالتالي هذا من الممكن أن يكون أيضا عرضا آخر وواضح لهذا الأمر وأيضا العرض المفاجئة للعاطفة الشديدة وبالتالي من الممكن أن نلاحظ علامة وجود كثرة البكاء أو كثرة الغضب مثلا أو كثرة الضحك من الممكن أيضا أن تكون علامة على هذا الأمر ولكن إذا كانت مفاجئة وأيضا من الممكن زيادة قوة كبيرة في القوة البدنية فمن الممكن أيضا أن تكون علامة على ذلك وأيضا الكوابيس المتكررة وأيضا حدوث شلل النوم أثناء عملية النوم من الممكن أن تكون على هذا الأمر وأيضا الرغبة في التواجد في الأماكن المرتبطة في الجن فمثلا الشخص يفضل البقاء خارج المنزل أو داخل المنزل لأن الجن يتواجد في المنزل وهذا القصد إلى اللقاء